يتطلع البرتغالي جوزيغو ميز المدير الفني لفريق الكرة الاول بناد الزمالك لتحقيق انتصاره المحلي الاول حين يخوض الفارس الابيض مباراة الغد ضد نظيره الداخلية بمنافسات دور نايل المصري وكان الزمالك قد استهل مشواره المحلي تحت قيادة جوزيغو ميز بالتعادل السلبي امام الاسماعيلي بمنافسات الدوري وفي المقابل كانت البداية ولا اروع للبرتغالي على المستوى الافريقي بانتصار ثمين على حساب ابو سليم الليبي بالجزائر الاحد الماضي وضمان صدارة المجموعة في الكنفدرالية بعد التأهل الى ربع النهائي ويسعى جوزيغو ميز لتكرار سيناريو اربعة مدربين سابقين لفريق نادي الزمالك تمكنوا من تحقيق اول انتصار محلي لهم في قيادة الفارس الابيض خلال مواجهة الداخلية البرتغالي مانويل جيسوالدو فريرا استهل انتصاراته المحلية مع الزمالك في الولاية الاولى من خلال التفوق وقيادة ابناء زامورة للفوز بهدفين نظيفين على حساب فريق الداخلية ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين للدوري في موسم الفين واربعة عشر الفين وخمسة عشر الذي توج خلاله الفريق بالدرع تستمر مواجهات الداخلية لتمثل الفرحة المحلية الاولى لمدرب الزمالك ففي الولاية الثانية لاحمد حسام ميدو حقق فوزه الاول على حساب فريق الداخلية بهدفين دون رد بمنافسات الدوري موسم الفين وخمسة عشر الفين وستة عشر ودون محمد حلم انتصاره المحلي الاول مع الزمالك في الولاية الثانية موسم الفين وستة عشر الفين وسبعة عشر بثلاثية اسكنها الفارس الابيض شباك الداخلية وصار ايهاب جلال على نهج من سبقوه وتذوق طعم الفرحة المحلية الاولى بانتصار على حساب فريق الداخلية بهدفين مقابل هدف في موسم الفين وسبعة عشر الفين وثمانية عشر جوزي جوميز يتطلع لتكرار سيناريو اربعة مدربين سابقين للفارس الابيض نال انتصارهم الاول في الدوري في مواجهة الداخلية